موسيقى صباح الخير لكل المشاهدين اول ايام عالم الصباح بسنة الالفين وستعاش باتنين واحد لالفين وستعاش انا بطل عليكن على امل ان تكون الابتسامة والضحكة مرسومة من اول ايام هالسنة الجديدة مثل ما لبنان لبس الابيض قلوبكن وكل مشاريعكن وكل رزاقكن تلبس الابيض كمان بسنة الالفين وستعاش دايما منحط الحق على الارقام ومنقول انه الالفين وخمسطعش بدنا نكسر انا وانا منها انا بظلنا يقول انه الالفين وخمسطعش كانت بشعة كتير يكانت بشعة مضبوط بس نحنا منعملها بشعة ننطلق من كل واحد من حد ذاته هو بيقدر يعمل سنته وايامه واشهره واسابيعه حلوة وهو فيه يعملها بشعة لانه متل ما معرف دايما الايجابية بتجر الايجابية والعكس صحيح بقى خلينا ناخد اول توصي لسنت الالفين وستعاش انا وياكن انه نحنا نقرر انه نعمل سنت الالفين وستعاش حلوة نقرر نسامح يعني منفكر اوقات انه اذا سكتنا وسامحنا انه التسامح هو شي هزيمة والسكوت هو فشل هو بالفعل انه التسامح بده قوة اكبر من الانتقام والصمت هو اكبر دليل للدفاع عن النفس وانا مؤخرا بشغلة صالت معي هيك عملت وكان مظبوط متل ما عملت يعني سكتت والسكوت كان اكبر انتقام وكان اكبر شغلة فرجت غيري انه انا معي حق بتصرفوا بهالطريقة انتوا خلوا سنت الالفين وستعاش حلوة مش تنطروا الارقام وتنطروا غيركن يعملكون سنتكن حلوة واسمعوا مني هلا وقفوا قدام المريح كون مع حالكم كنت عم بقلكون ياه وبلشوا هالنهار بهالطريقة هايدي صباح الخير هانيا صباح الخير جزاف صباح الخير للمشاهدين يعني عاد عليكم جميعا هابين يو يير هابين يو يير ايه كانت السنة؟ سنت الماضي؟ لا السنة سنة هلا سنت الماضي متل ما قالنا سمعتيني شو قلت انا؟ سمعت شو قلت بس ليك في ظروف كمان بتأثر ما الظروف مين عملنا؟ جواء عامة؟ لا زروف مش مننا ابدا اللي غيرنا عاملة كمان نحنا نحنا كيف منتقبل لزروف؟ ايه نحنا يا منكون بوزيتيف ومنعطي هيك أمل لحالنا ومنقول حنغير اوكي بس فيه اوقات زروف تجي قوية كانت زروف 2015 سئلة دايما دايما اذا بتفتشي بتلاقي ميلي ملياني من الكبية اكيد انا هيك انا اصلا معروفة قديشني بوزيتيف بالحياة حمد الله ان شاء الله بتبلش سنتك بأكلية طيبة ايه مع انه عفكرة كتير احترت اليوم انا شو بدي حضر لانه غريب اكيدة كل فترة الاعياد كنا عم ناكل وهيكي تعرف شو عم بحطوا كوت محضومة على فيسبوك جو قال ما ننسى نزيد خمسة كيلو على البالانس مثل ما منزيد الساعة لدو جنفير اه محضومة اه محضومة حبيتها نوبيات فادة جوتة دو كيلو حبيتها بس انا لازم زيدها ايه لأ هنشد بعدين ما تنسى هلأ البرد ليلة رصاني خلينا ناكل اكتر تانكيو لأيلك هانيا نجح عليك بعد شويبي عدت وقفيت لليوم السبت عالمنا الصباحي طبعا مستمر لغاية الساعة وحدة تواصلوا معي عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي فيكن عبر تويتر عبر الايميل وعبر الفيسبوك سؤالي هو طبعا يعني شو فيه غيره هالسؤال مزأله كل هالاسبوع توصيتكن لعام الالفين وستعش كل واحد فيه عبرلي متل ببدو فيك تعبرولي وين سهرتو وين كانت سهرتكن شو هي توصيتكن كيف قضيتو العيد كيف مكملين وين انتو اليوم البدتكن مسيحة حرة كمان اليوم فتحت لكم عبر صفحة الفيسبوك خلينا نتوصل سواء وبعد شوية بنقرأ بعض الكومبنس عالمنا الصباح لغاية الساعة وحدة شوفي عنا فقرات وضيوف خلينا نشوف هيدا الفيديو بحلة اليوم من عالم الصباح منتابع الأبراج مع كارمن قراراتنا للسنة الجديدة مع ميليت بما بدها الأد نسترجع أهم الأخبار التكنولوجية لعام 2015 مع عامر باينو ضيفتنا بتعرفنا على هيئة أفكم البريطانية التنمية الاقتصادية بالمناطق الريفية مع ضيفنا بالحلوب لبنان ضيفنا بعرفنا على أجدد نشاطات كهف الفنون ضيفنا بعرفنا على معرض اتوالدو نويل ورشة ملح على حلويات شهية مع هانيا طبعا حلقة غنية بأول حلقات سنة الـ 2016 لعالم الصباح ما تتركونا خليكن معنا لغاية الساعة وحدة بتوقيت بيروت لعالم الصباح مستمر نحن وياكم بالبداية دايما شو أولكن في أحسام الواحد يسمع أبراج مذكر أنه كتاب كارمن والأبراج صار موجود بكل المكتبات اللي بحب يحصل عليه طبعا ويشوف الأبراج الأكتر تعبا والأكتر حظا مع كارمن ومتل ما عرفت منها أنه السنة سنة العزراء والسرطان كمان منيح وكمان اللي مش كتير منيح متل ما ذكرت هو القوس ينتبه على حاله بقى ما بتعرفه بس كل يوم وبيوم وفيكون اتبعوها وبتعرفوا أكتر عنها التفاصيل كارمن والأبراج وتحركات الكواكب وعلم الفلك صباحكم بالخير هنهار بداية مع برش الحمل مولود برش الحمل يمكن اليوم يكون نهار متعب مزعج تقيل بتحس حالك أنك منرفز ومعصب فحاول أنه ما تنزع هيدا نهار ما تنزع عطلة الأسبوع الأكثر تعبا رح بيكون مولود ستة وسبعة نيسان أبريل ننتقل لبرش الثور بالنسبة لبرش الثور الأجواء اليوم تحملوا لبرش الثور انشغالات مسئوليات أعمال نشاطات حلوة بتساعدوا بتشهل شوي بهالويكند وكأنك اليوم أنت عم تبدأ السنة مش نهار الأحد أو التانين الأجواء اليوم نشيطة انتبه لبعض الأمور ما تستعجل فيها 5-6-14-15 أيار مايو الأكثر حظا منكمل مع برش الجوزاء مولود برش الجوزاء اليوم نهار جيد وحلو ومكمل معك لبكرة أيضا اليوم لازم تعجل وتتصالح مع الناس لحتى تكون انطلاقة السنة جيدة وحلوة وماشي على السكة الصحيحة أجواء حلوة بترافقك 7-8 حزيران يونيو الأكثر حظا ننتقل لبرش السرطان بالنسبة لبرش السرطان حاول اليوم أنه ما تكون مزاجي اليوم طباعك متقلب منهل قد رائعة فحاول تمشي الأمور بطريقة حلوة وسهلة حتى لو كنت تعبين أو منزعج مزاجيتك اليوم معقولة تأثر سلبا على نهارك بيبقى المولود الأكثر تعبا نسبيا مولود شهر تموز يوليو منكمل مع برش الأسد مولود برش الأسد يمكن اليوم بيحس أنه الأجواء مستعجلة راقضة في كتير أشياء يريدون يعملها أفكاره كتير وعديدة نشاطاته كتير أفكاره ومشاريعه شوي أكبر من الزوم لكن هذا شيء إيجابي لأنه بيخلي مولود برش الأسد يتفائل بالسنة الجديدة نهار حلو للتواصل مع الآخرين إذا بعد معي أصحابك هان الوقت لا تعيدهم 3 4 5 8 9 أب أغسطس الأكثر حظا منكمل مع برش العذراء مولود برش العذراء نهار كتير 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 حلو لحتى تتبادل التهاني والتمنيات مع الأهل وأصحاب وحتى الغربة أنت اليوم شخص كريم شخص كريم بنفسيته بأخلاقه حتى بأمواله بخبرته بمساعدته اليوم نهار كتير حلو ومميز بالنسبة لبرش العذراء 16 17 18 أيلول سبتمبر الأكثر حظا مننتقل لبرش الميزين بمطلع هذه السنة السنة مبلشة والأمر ببرشك هذا شيء جيد لكن الأمر في مربع مع الشمس هذا الشيء معقول يخليك نوعا ما تفكر باتجاه واحد ألا وهو العائلة حياتك الشخصية القناعات العائلة والشخصية عم تتغير وأنت موضوع قابل لحتى تاخد قرارات جديدة تغير وتقلب الأمور بين اليوم وبكرة تسمع جواب أو على الأقل أنت بتحط عنوان جديد لصفحة جديدة كون حذر جدا بعد عن السرعة بعد عن مجازفات كليا إذا كنت من مواليد 2021 و22 أكتوبر ميكمل مع برش العقرب مولو برش العقرب مبارح اليوم وبكرة فيك تقول أنه أنت بعدك نايم بعد ما بلشت السنة عندك أتشلي تنين وتلاتة هني بداية السنة عند مولو برش العقرب اليوم الأجواء خفيفة بسيطة بتزهق بتضجر ويمكن تكون حتى مخيبة للأمال فأحسن شي خفض أو وضي سقف توقعاتك كليا وكون حذر جدا إذا كنت من مواليد 23 أكتوبر 21 بعد عن السرعة والمجازفة منكمل منكمل مع برش القوس بالنسبة لبرش القوس نهار كتير حلو أنت لقت السنة ناشيطة ناشيطة حلوة كتير حلو بهذا نهار أنك تكون ضمن مجموعة من الأهل من الأحبة من الأصحاب كون معه نهار حلو للعجقة وللخفقة وحتى يصير فيه تبادل من الطاقات لذلك ما تبقى لحالك اليوم الأكثر حظا 24 25 26 نوفمبر 20 الثاني منكمل مع برش القوس بالنسبة لبرش القوس بارح اليوم وبكرة بأهمية كتير كبيرة لمولو برش القوس لكن أغلب الناس مش عم تشتغل يعني ما عندك مسؤوليات كتير كبيرة وهذا شيء إيجابي فينا نقول نوعا ما لكن شامع الأحوال حتى لو كنت انت ضمن مجموعات اجتماعية أو عائلية رح بيكون عندك مسؤوليات فبالتالي حاول ما ما تخيب أمال الآخرين فيك المسؤولية اللي بتوقع على كهلك حاول أنك تنفزها مثل ما هي 13-14 كانون الثاني يناير الأكثر حظا منكمل مع برش الدلو مولود برش الدلو مبارح اليوم وبكرة يأما عم بيسافر راجع بلاده يأما عم بيسافر جاي أو عم بيغادر رايح على مكان آخر فيه سفر فيه تنقلات إيجابية وحلوة بتخليك نوعا ما بتفتح لك عيونك على أفاك جديدة هذا شيء إيجابي ضروري أنك تكون ويعي لإله لحتى انطلاءة العام عندك نهار الجمعة نهار الأسبوع المقبل هي بتكون انطلاءة الأفضل لإلك تكون أنت ويعي على كل والخيارات إذن اليوم النهار كتير حلو لتبادل المعطيات والثقافات 31 كنونة 2 يناير 1-2 شبهات فبراير ألا أو فرح الثان وصلنا لبرش الحوت مولود برش الحوت انطلاءة السنة مكفشل شوي منها مرتبة ما في شيء منظم لازم يكونوا منظمين أمورك أفكارك جدول أعمالك واجبيتك مسؤوليتك يمكن ما عندك شيء هيدا كمانا شيء كتير مهم التنين والتلاتة هنه أفضل أيام لانطلاءة السنة فحاول اليوم أنه ما تدخل حالك بمشاريع صعبة ومعقدي 26-27 شبهات فبراير الأكثر تعبا بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم سنة كتير كتير مهمة هيدا سنة بتحمله أفاق جديدة تفتح قدامه باب رزق جديد فرص مهنية اجتماعية ودراسية كتير كبيرة كانون التاني يناير أيار مايو ثم أيلول سبتمبر هنه أفضل الأشهر إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة باي باي تانكيو يا كارمن بس شو قصة السرطان مبلش هيك أول السنة اليوم مودي وانزعاج وكذا بديك تتوصلنا شوي هيدا برجك كمان يعني وشوي هكي تحيلنا على الإيجابية من أول السنة عاكل حال بتمنى للكل حظ موفق لسنة إذا بكتطلبوا شي حلو طلبوه من ربكم مش من سنة 2016 هيا وصلت لها وشوي هكي دحكتني مضبوط الوحيد تطلب من الله وقابره هو بنفسه برايكم نرجح ترجمة نانسي قنقر